بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض الجزء الثاني من اتباع في اكسل. كنا كلمة في المحاضرة السابقة عن مراحل اتباع في اكسل وقسمناهم لاربع مراحل. طبعا بنصح اللي ما شافش المحاضرة اللي فاتت يشوفها. عشان ده استكمال لها. وقولنا الاربع مراحل هي اول مرحلة ان انا بحدد جزء اللي انا عايز اتباعه. بقعرف اكسل انا عايز اتباع مين. فبحدد الجزء مش شيت. طبعا شيت كبير جدا. فبحدد الجزء اللي انا عايزه بس. واروح لقايمة بيج لي اوت. واقول له برينت اريا. واقول له سيت برينت اريا. يبقى كده هو عارف الجزء اللي عايز اتباعه. قلنا المرحلة التانية بروح لفايل. برينت. وابدأ اعمل معينة لشكل الطباعة. بفاجأ ان الطباعة مش مزبوطة. فبابدأ اروح للمرحلة التالتة اللي هي البيج اتقب. والمرحلة التالتة بجاه من نفس المعينة. بيست اوب. وابدأ ازبط. فاقولنا عندي اربع اختيارات او اربع تبويبات. البيج. ومن البيج يزبطنا اتجاه الصفحة بورتريت. يعني صفحة طولية او صفحة عرضية. خليناها بالعرض لاندي سكيب. نقول اوكي. بدأت الصفحة تزبط شوية. لكن جلازلت برضو متقسمة على صفحتين. فاقولنا بعد كده بنروح برضو لبيست اوب. وبنختار الاسكيلينج. وخلينا الاسكيلينج تانية. يحتوي نفسه ويخش في الصفحة الاولى. فاصبح المستندة عندي صفحة واحدة. قلنا بعد كده. رحنا الاختياري التالت اللي هو او التاني اللي هو المارجنز. قلنا هنسيب المارجنز او الهوامش زي ما هي. هنزبط التوسيط سنترون بيج. هريزونتل وفيرتيكل. توسيط افقي ورأسي. عشان يواسطني الكلام جوه صفحة بالزبط. رحنا الاختياري الثالث. اللي هو الهيدر والفوتر. وقلنا هنعمل تخصيص للهيدر. الهيدر هو رأس الصفحة بتاعت الطباعة. كتبنا في الهيدر بعض العبارات اللي احنا عايزينها. كتبنا الاسم. ادرجنا مثلا هنا قلنا عايزين ندرج رقم الصفحة. وادرجنا هنا مثلا الوقت بتاع المستند. دوسنا على الساعة دي بتاعت التايم. وبدأ يظهر الهيدر بالشكل ده. تمام? قلنا برضو كاستم فوتر. وحطينا في الفوتر بعض البيانات الخاصة بنا. وليكن مسلا اه اه كتبنا متعة التعلم. وكتبنا هنا مسلا حطينا هنا التاريخ. دوسنا على ايكونة التاريخ. وممكن هنا كمان نحط مسلا اه اسم المستند. يعني ممكن لو انا عايزة انسرت فايل نيم. هدوس كلك فايديني اسم المستند هنا. وبالتالي بيظهر شكل المستند في الاخر بالشكل ده. كانت دي اه المرحلة التالتة. وكنا توقفنا عند الاختيار التالت اللي اسمه شيت ما شرحناه مش. تبتعين نكمل بقى شيت. شيت هو اختيار خيارات اضافية للطباعة. الخيارات الاضافية للطباعة دي انا هتكلم في الجزء بتاع وبعدين الجزء اللي اسمه ده هعمله في جزء تاني الواحد وهتكلم عليه بالتفصيل انه مهم جدا. اول حاجة. جزء او خيارات الطباعة. لو انا علمت صح على قلت له اوكي. معنى كده ان انا بقوله ازهر خطوط الشبكة الوهمية اللي موجودة في الشيت في اطباعة. وبالتالي ظهرت بالشكل ده. لو عايز اشيلها بشيل علمت الصح من برينتي تاني. طيب. البلاك اند هويت. لو انا الطابعة عندي بالالوان وعايز اوفر في الحبر ما اطبعش الوان اطبع ابيض واسود. فبظل اللي اختل اسمه بلاك اند واسود. طيب. في اه اختيار ثالث اسمه درافت. ابقى انصحك وانت بتجرب الاختيارات ما تنشطهمش كلهم مرة واحدة. نشط واحد بس ويلغ البيانة عشان شوف تأثيره على الورقة. الدرافت الكواليتي معناها طباعة كمسودة او طباعة اقتصادية. بتوفر جدا في الحبر. بدي ديني البيانات بس المكتوبة دون حدود دون رسومات دون الرسم بياني. وبتالي طباعة نهائية. لكن لو انا هروح للطباعة النهائية ما ما انصحش بالدرافت. بشير الدرافت. يبقى درافت معناها طباعة اقتصادية او طباعة مسودة. دي له اختيار ده لو انا اخترته. قلت له اوكي بيديني امكانية ان انا اطبع اسماء الاعمدة وارقام الصفوف في الشيط. لو انا محتاج اعرف الخلية دي كان اسمها ايه او في المكان انه. تمام? طيب. الاسم على الشيط برضو. اه الاختيار اللي هي التعليقات. لو انا حطت بعض التعليقات في الشيط بتاعي. وعايز اطبع التعليقات او متبعهاش. بختار عندي ثلاثة اختيارات في التعليقات يعني ما تطبعش التعليقات. اه pin to안� of sheet. يعني اطبع التعليقات في نهاية الشيط. او اطبع الشيط. او اطبع التعليقات في نفس المكان اللي هي ظهرة في. اللي بعض الناس اللي بيعرف او ما يعرفش يعني ايه تعليقات. هافترض معك هرجع بس للورقة كده. لو انا مسلا عايزة عمل التعليق على الطاليب اللي اسمه محمد احمد دوت وعايز ادي تعليق ان هو اذا الطالب مسلا عايز اكتب معلومة عنه ان هو لو انا بصيت كده اه ابو بكر مسلا هو اعلى درجة فانا عايز اقول هنا ايه عايز اقول ان تعليق على ابو بكر ان هو اعلى درجة او حاصل على الترتيب الاول فوقف عند ابو بكر عايز احط تعليق عليه وقول له insert comment فبيديني مربع فوضي كده طبعا ممكن امسح اي حاجة موجودة وقول حاصل نكتب العربي مسلا حاصل على المركز الاول تمام مجرد بس ما بعمل التعليق وازبطه واجه اقرب من الخلية كل ما اقرب منها بلاحظ ظهور سهم احمر صغير اقرب منه بيظهر لي التعليق بتاعي في المكان طيب يبقى انا كده عملت comment comment بقى علقته بالتباع انا عايز اطبعه ولا لا فبحددها منين من page set up الاختيار sheet لو قلت له comment non يبقى انا مش عايز اطبع ال comment لو فتحت لو عايز اطبعه عندي اختيارين في نهاية الشيت ولا في المكان اللي هو ظهر فيه ليك الاختيار انا هقول له non مش هطبعه بس انا حبيت بس اوضحها للناس sell errors as في بعض الاحيان لو انا بعمل معادلة واخطأت فيها فبيطلع خطأ او error فانت عايز تطبع ال error كما هو ولا تطبع مكان ال error blank فاضي ولا تكتب كلمة not او او ايه معناها not of label او غير متاح حسب ما انت عايز اختار الاختيار المناسب ليك انا مسلا هاختار في ال errors لو في errors سبها لي فاضية تمام كده يبقى دي ال print او الخيارات بتاعت الشيت بتاعت ال print تمام كده خلصنا الجزء ده هنقول له اوكي يعني عرفنا الاختيارات مش عايز نروح عن columns فاضل في الشيت ده الجزء بتاعة ال pg order والجزء بتاعة ال print titles هنوضحها للناس في المحاضرة او الجزء التالت اللي هحاول فيه ان انا الاجزاء دي اللي هي بتاعة ال pg order وال print title هشرحها على تمرين تاني فيه بيانات كتيرة قوي عشان افهم المغزى من print title وال pg order فهيكون في جزء تالت ان شاء الله نشرح فيه الجزء دي وشكرا وإلى اللقاء لجزء التالت ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته